مسألة الطلب دي تبقى مدفوعة بحاجة الإنسان حاجة الإنسان الملحة لازم أدير عشان نقدر ندير فكرة الطلب لازم نتعامل مع المفهومين المفهوم الأولين إن الطلب اللي هو مدفوعة بحاجة لازم نعرف إن الحاجة دي ليست نقصا عندك فالحاجة اللي انت طالبها دي مش نقص الحاجة دي حافز عشان نطور حياتنا ونتواصل لكن إذا كنت إنت شايف إن الحاجة دي نقص وإن طلبك ده لو إنه ما تحققش وإنت لو ما عملتش ده وإنت لو ما ساعدش للطلب ده لتحقيق الطلب ده يبقى إنت مأثر في حق اللي بيطلب منك يبقى إذن ده يحصل مشاكل كبيرة منه ففي مفهوم يتعلق بالاحتياج لازم نتكلم عنه إن الاحتياج ليس نقصا ولكن احتياج محفز عشان نسعى أكتر ونتواصل أكتر ده شيء مهم جدا وده مهم جدا في مفهوم الاحتياج لأن بعض الزوجات لما بتكون حاسة إن هي عندها طلب معين ليه شرقش أو للقيام بمهمة معينة أو الروح في مكان معين ومتصورة إن ده هتنقص وإن ده لو ما حصلش البيت كله هيتهد أو الحياة هتفسد أو إن احنا مش هنقدر نعيش مع بعض فتفضل تطلب بطريقة غير مناسبة يبقى أول خطوة إن الطلب ده ليس أول حاجة أول حاجة إن الطلب ده ليس نقصا وإن الطلب ده يمكن أن يدار أدي أول حاجة بالنسبة للمطلوب منه بقى أن الطلب في الحقيقة ده لازم الشريك الحياة لو الزوج هو المطلوب منه أن شريك الحياة لم يكن يطلب فقط وبما الشريك الحياة بيعمل إيه يطلب ويرجو منك أن تحتويه آه يبقى أنا لازم أفهم إن الطلب مني هو وسيلة من وسائل الاحتواء وسيلة من وسائل الاهتمام وسيلة من وسائل المحبة يبقى إحنا الزوج أو المطلوب منه في المثال اللي إحنا بنقول ده لازم يغير مفهوم أساسي عنده إن ده طلب بمعنى إنه طلب يعني إيه يعني ضغط لا ده مش ضغط ده واحد بيقولك ممكن تبيني اهتمامك بي وتأديرك لي وإن أنا من أولوياتك ده أول حاجة لازم أنا أفهمها الحاجة الثانية الزوجة كمان لازم تعرف إن الاحتياج ده مش نقص وإن الدنيا مش هتخرب لو إن إحنا قدرنا الاحتياج ده طب نعمل إيه بقى عشان نبقى عناخد بقى الخطوات اللي إحنا لو عملناها نقدر نطلب بشكل جيد أول خطوة اللي لازم نعملها إيه اختيار الكلمات المناسبة عشان نعرض طلبنا ده طب عشان نعرض الطلب ده على شريك حياتنا أنت محتاج يكون عندك صيغة لطيفة جميلة مناسبة تالت حاجة صيغة محددة وجميلة ومناسبة لشريك الحياة مش أي كلام هتقدر تطلب بيه من شريك حياتك على فكرة خلينا أقول لك حاجة أنت ممكن تطلب من شريك حياتك وهو ينفس لك اللي هو عايزه بس ينفس لك اللي هو عايزه وهو في قرارة نفسه أن أنت خدت منه الحاجة بضغط فيبقى هو قدلك الحاجة بس هو للأسف العلاقة اللي بينكم ساءت يبقى احنا لازم احنا بنطلب وممكن على فكرة طريقة الطلب دي تكون من الكلمات اللي حضرت النبي قالها أن الرجل لا تكلم من سخط الله لا يلقي بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار السبعينة خريفة فلازم أنت وانت بتطلب لازم تتعلم أن الطلب ده نوع من أنواع ماذا التواصل بينك وبين شريك حياتك مش هو دواجب عليك ولازم تعمله بأي صيغة كانت لا 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 خالص هو أنا أسألكم سؤال لو طلبت ويزداد شريك حياتك حب الليك إيه ده أنا ممكن أطلب وشريك حياتي يزيد حب اللي آه شوف الفرق ما بين أنا عايزة ده النهاردة ولو سمحت من أنت تتأخرش لأن احنا هتبع عندنا مشكلة لو أنت تأخرت الكلام ده يجي النهاردة ده طريقة حبيبي أنا في حاجة أنا مش عايزة أسقل عليك لكن في الحقيقة أنا أنت حبيبي أنا ما عنديش حد أقدر أعمل حاجة من غيره ودايما أنت معودنا على أن أنت بتكرمنا وبتسعدنا وبتخلينا في أسن حال إحنا بس في حاجة إن شاء الله ما تكونش تقيل عليك كذا 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 دي طريقة للطلب ودي طريقة للطلب فواحد يقول لي ليه التكلف ده كله ده مش تكلف ده دخل في قوله تعالى وقوله للناس حسنة فنتعلم حسن الطلب حسن الطلب ده لأن الطلب ده نوع من أنواع التواصل ونوع من أنواع ترقيق القلوب هو نفس الكلام حبيبتي أنا أنا أنت تقول عمرك أيما بالواجب وزيادة وحبيبتي بس ممكن بس تعمليه لحاجة الفلانية دي لأن أنا محتاجة جدا جدا وعملت هل تبقى إيه على عيني وراسي يبقى إذن لو تقالي الكلام ده هيبقى كمان أنا كسبت قلب حبيبي كسبت قلب شرك حياتي يعني الست ما تقولش هاتف فلوس لكذا ولا رجل يقول اعمليلي كذا لكن ينادي ببعض بأحب الأسماء وإحنا بنطلب فمسلا الزوجة تقول لزوجها ممكن يا حبيبي تجيب لنا فكهة وأنت راجع وزوجه يقول لها مثلا ممكن يا حبيبتي تعمليلي كوبيت شاي مثلا كل الكلام ده بيخلي الحاجات دي مرتبطة مش بإن أنا يا أنا أمو أتعب لأ ياريت يطلب مني عشان نسمع الكلمة الحلو تخيل كده تخيل ياريت يطلب مني عشان نسمع الكلمة الحلو تخيل الطلب يبقى الطلب جاي ببهجة تاني حاجة بعد اختيار الكلمات المناسبة تاني حاجة اختيار الوقت المناسب ازواج وزوجات كتيرة مش بيركزوا في الوقت اللي بيطلبوا فيه